موسيقى الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأمم من أوكرانيا الأمم المتحدة تؤكد أن هذا الاتفاق سيساعد على تخفيف أزمة الغذاء وتدعو موسكو وكياذ للتعاون من أجل إنجاحه التضخم السنوي بمنطقة اليورو يرتفع إلى 8.9% في يوليو السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرنج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم موسيقى موسيقى تقدم سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد في تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي هنأ الرئيس السيسي الشعب المصري داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الجميع كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تبادل برقيات التهني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وعرب رئيس السيسي في برقياته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية عن أخلص تهنيه وأصدق تمنياته في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة داعيا الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد عام سلام وازدهار وأن تتحقق فيه الآمال والطموحات نحو مستقبل يسده التنمية والرخاء لجميع شعوب الأمة الإسلامية كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلم مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد واتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد من كبار الرجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته متمنين لمصرنا العزيزة مزيدا من الرفعة والرخاء هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة سيد رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أعربت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية أعربت عن تمنياتها أن يعيد الله هذه المناسبة بالخير واليمني والبركات أعلنت وزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ووضحت الداخلية أنه تم تصريح بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل على أن لا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات نظمت كلية الدفاع الجوي مؤتمرها العلمي الثاني وذلك بالتعاون مع كليات الهندسة جامعة الإسكندرية الذي عقد على مدار الأيام الماضية عبر تقنية الفيديو كونفرنس يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير العملية التعليمية وإثراء المستوى العلمي والثقافي لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وتضمنت فعاليات المؤتمر محاضرات للمتحدثين الرئيسيين للمؤتمر وجلسات لمناقشة الأوراق البحثية وعددا من ورش العمل التي تناولت التقنيات الحديثة في أسلحة ومعدات الدفاع الجوي والمركبات المأهولة وأنظمة التعارف الكهرومغناطسية وتطبيقاته وتحديد المواقع باستخدام تقنيات أنظمة الملاحة وأعرب قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي عن تطلعه أن يثمر المؤتمر وما يتضمنه من جلسات وبرامج تعليمية وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه بالإطلاع على أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بالدفاع الجوي تواصل وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير احتياجات المواطنين من جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة حيث تصل نسبة التخفيض إلى 60% هذا وتستمر فعاليات هذه المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس كما تستمر التخفيضات أيضا في منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام تنفيذ لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبما يسهم في تهيئة مقاومات الحياة الكريمة للمواطنين أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر أغسطس أول ما وزارة الداخلية طلبت مننا أن نمد المبادرة شهر كمان بالفعل إحنا لبينا الطلب في الإطار اللي بتعمله وزارة الداخلية لضبط الأسواق وتوفير السلع علينا ونقدر نوفر الكميات والخصومات التي تصل إلى 60% الحمد لله كل السلع الاستراتيجية متوفرة عندنا زيود، سكر، مقرناتروز، صلصات لحوم كل دي الأسعار موجودة بسعر أفر بكيب من برد هي حاجة كويسة نوة مادة لشهر تمانية وإحنا فرحانين أن هنا حاجة كويسة ومنظمة على طول ودايما هم على طول في تخفضات ويا ريتناها على طول دايمة وكده ألاقي حاجة كلها موجودة ما بروحش هنا ولا هنا وأرخص من لبرة تتوفر السلع بأسعار مخفضة بفروع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة والتي تصل إلى ألف واثنين فرع على مستوى الجمهورية تتراوح نسب التخفيض من 25 إلى 60% بالإضافة إلى توفر السلع بعدد من الصرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وكلها موضحة بالأسماء والعنوين على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت للتيسير على المواطنين في الوصول إليها والاستفادة من فارق الأسعار احنا بنتعاون مع وزارة الداخلية أن احنا نوصل السعر الحقيقي للمستهلك بدون غلاء غير مبرر لحلقات الوسيطة العالية مدينا المبادرة لآخر شهر 8 إن شاء الله وعلى استعداد نتكملة معهم لأن احنا بدئين من بداية المبادرة وإحنا فيه انطلاقة من انطلاقة المبادرة وإحنا موجودين معهم عندنا عروض كاملة جدا على السلع الستراتيجية مع القلم نواصل أن فيه أزمة عالمية لكن الحمد لله فيه دعم من وزارة الداخلية معانا الحمد لله الأسعار كويسة ومتوفرة والحاجة كويسة جدا وإحنا دايماً بنيجي الأماكن ديك لأن فيها فرق كبير بيننا وبين الأسعار برا والله المبادرة أنا شايف فيها حاجة كويسة جدا للأسعار مناسبة وبتغطي السوق اللي برا مخليها الأسعار حاسة الأسعار أحسن من السوق اللي برا بكتير منافس أمان التابعة لوزارة الداخلية تواصل بدورها توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية حتى نهاية العام الحالي وذلك من خلال منافذها السابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 1026 منفزاً موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثانية والعشرين التي أطلقتها وزارة الداخلية في ظل متغيرات دولية وإقليمية انعكست على الحالة الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات المختلفة أسهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة وبسلع تتسم بجودة عالية توفر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار المخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية المشاركة بها وكافة المنافذ المشاركة في هذه المبادرة عبدالبركات التلفزيون المصري توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 455 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 25 طن كما تم ضبط أكثر من 58 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية من بينها 47 قضية خبز ناقص الوزن و 105 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 72 و70 طن أقماح محلية أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية ورزماري دي كارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا أشارت إلى أن اتفاق نقل الحبوب الأوكرانية سيساعد في تخفيف أزمة الغذاء أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية أن هناك التزام من الأطراف كافة لتنفيذ هذا الاتفاق الإتفاق الخاص بالحبوب يمثل بادر على أن الحوار ممكن لتخفيف المعانا الإنسانية الأمم المتحدة تبدو للأن كافة الجهود دعما للأطراف لتفعيل هذه المبادرة بدءا بافتتاح مركز التنصيق المشترك منذ يومين وكما ذكر الأمين العامة التزمت الأطراف جميعا بالتزامات واضحة لضمان الحركة الأمينة للحبوب والمواد الأخرى للأسواق العالمية اجتمع رئيس الأوكراني فلاديمار زيلنسكي وصفراء مجموعة الدول الصناعية السبع لدى أوكرانيا في ميناء تشورونومارسك وأشار زيلنسكي أن الاجتماع يهدف لإظهار الوحدة بين كييف والدول السبع لدعم الاتفاق الأممي الذي يسمح باستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية المطلة على البحر الأسواق كانت الأمم المتحدة قد توسطت في وقت سابق في اتفاق بين أوكرانيا وروسيا الأسبوع الماضي لإعادة تصدير الحبوب الأوكرانية بهدف تخفيف أزمة الغذاء العالمي التي أثارتها الحرب أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية هجوما وقع اليوم على سجن في منطقة تخضع للسيطرة الروسية مناشدة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيما وصفته بجرائم حرب روسيا من جانبها ذكرت روسيا أن أوكرانيا شنت هذا الهجوم الذي قالت أنه أودى بحياة نحو أربعين أسير حرب أوكرانيا ونفت ارتكابها أي جرائم حرب في أوكرانيا أعلن الكريملين أنه لا يرى أي تغيير في استعداد الغرب لتقديم تنازلات بشأن أوكرانيا من أجل ضمان وقف إطلاق النار جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الكريملين ديماتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي الذي نفى وجود خطط لتنظيم محادثة هاتفية بين رئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن قال وزير الخارجية الروسية سيرجيلا فروف أن موسكو ستقترح قريبا موعدا لإجراء مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ذكر بلينكين في وقت سابق أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع لافروف لمناقشة تبادل السجناء المحتجزين لدى البلدين نفت أوكرانيا أن تكون قواتها قسفت سجن يعتقل فيه أسر حرب أوكرانيون وذلك عقب إعلان موسكو أن هجوما على السجن الواقع في دوناسك التي تسيطر عليها القوات الروسية خلف عشرات القتلى وعددا كبيرا من الجرحة كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا قصفت سجنا بصواريخه مارس الأمريكية الصنع مما أصفر عن مقتل أربعين أسير حرب أوكرانيا وإصابة خمسة وسبعين آخرين أعلنت دائرة الأمن الفيدرالي الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي في منطقة ليبسك الواقعة في الجانب الغربي لروسيا بكر المكتب الأعلامي لدائرة الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم منع هجوم إرهابي في المنطقة لثلاثة أعضاء من مجموعة تخريبية أنشأها متطرفون في القطاع الأيمن الأوكراني المحظور في روسيا وأوضح الأمن الفيدرالي الروسي أنهم خططوا لتفجير عبوة ناسفة قوية في أماكن مزدحمة في إحدى منشآت البنية التحتية للنقل في ليبسك أعلنت الإدارة المعينة من روسيا في مقاطعة زابوروجيا جنوب أوكرانيا إحباط هجوم بالطائرات المسيرة شنته قوات كياف على مواقع في مدينة ميليتوبول جنوب المقاطعة وقال العضو في المجلس العام لإدارة زابوروجيا فلاديمير روجوف إن المقاتلين الأوكرانيين حاولوا شن هجوم على البنية التحتية المدنية لمدينة ميليتوبول في الليل بطائرات مسيرة هجومية مضيفا أن نظام الدفاع الجوي صد الهجوم قال حاكم منطقة ميكولايف الأوكرانية إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سبعة في هجوم صاروخي روسي على المنطقة التي تقع جنوب شرقي البلاد موضحا أن بعض الجرحة كانوا بالقرب من محطة للنقل العام من ناحية أخرى قتل ثمانية مدنيين وأصيب تسعة عشر أخرون في هجمات روسية استهدفت منطقة دوناسك خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية وأضاف الحاكم المحلي للمنطقة أنه يستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا ترجمة الذين اتبعون personas ودكومون متوادacaksın ماضد الرق становretون مدرًى تعليم انكم المثنين اعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مارتو خصنولين وضع خطة لإعادة إعمار ماريو بول بالكامل خلال ثلاث سنوات وقال المسؤول الروسي خلال اجتماع مع رئيس الروسي فلاديمير بوتن إن الخطة تشمل تطوير مطار المدينة وإنشاء بنية تحتية جديدة تماما للنقل تتضمن السكك الحديدية واستعادة حركة مرور الترام اعلنت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات جديدة على روسيين اثنين واربعة كيانات روسية اشارت الخزانة الامريكية ان العقوبات قد صدرت بمجب امر تنفيذي امريكي يتعلق بالتدخل في انتخابات اجنبية وممارسة انشطة سايبرانية خبيثة كما تأتي هذه العقوبات ايضا متزامنة مع سلسلة من العقوبات الامريكية على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في اوكرانيا قال وزير الدفاع البريطاني بن وارس ان بلاده محظوظة لانها غير معتمدة على الغاز الروسي واضاف وارس ان روسيا تفشل في الكثير من الجوانب في اوكرانيا وقد يسعى الرئيس الروسي بلاديمير بوتن الى تغيير استراتيجيته مجددا ورأى ان الرئيس الروسية قد تحدى كل المنطق بما فعله في اوكرانيا ولم يرغب في الاستماع الى العقل اكد رئيس الوزراء المجاري فيكتور اوربان ان بلاده تتوقع التوصل الى اتفاق لشراء 700 مليون متر مكعب اضافية من الغاز من روسيا خلال الصيف كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف قد كشف الاسبوع الماضي عن ان المجار تريد شراء كميات اضافية من الغاز من روسيا مشيرا الى انه سيتم النظر في طلبها على الفور استدعت بلاروسيا سفيرها لدى لندن للاحتجاج على العقوبات التي فرضتها بريطانيا على مانسك بدعوى قمعها للمعارضة ودعمها للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا اعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية انها اتخذت هذا الاجراء ردا على عقوبات غير مسبوقة خصوصا تلك التي استهدفت الاقتصاد البيلاروسي مشيرة الى انها ستخفض عدد موظفي السفارة في لندن اعلنت وكالة احصاءات الاتحاد الاوروبي اليورستات ارتفاع التضخم في الدول الاوروبية التي تستخدم عملة اليورو الى مستوى قياسي اخر في يوليو مدفوعا بارتفاع اصعار الطاقة وتداعيات الازمة الاوكرانية اوضحت اليورستات ان التضخم السنوي في دول منطقة اليورو قد ارتفع الى 8.9% في يوليو وذلك بزيادة من 8.6% في يونيو وفقا لاحدث الارقام التي نشرتها الوكالة اظهرت البيانات الرسمية ان الاقتصاد الالماني اصابه ركود في الربع الثاني من هذا العام من العام الجاري اذ تدفع الازمة الاوكرانية وجائحة كورونا واضطراب الامدادات باكبر اقتصاد في اوروبا الى حافة الانكماش وقال مكتب الاحصاءات الاتحادية ان الناتج المحلية الاجمالية ظل مستقرا على اساس فصلي وفقا للارقام المعدلة اشتركوا في القناة في الولايات المتحدة تسارع التضخم من جديد خلال يونيو الماضي بعدما بقي مستقرا في مايو وذلك وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الفردي الذي نشرته وزارة التجارة الذي يدخل في حساب نسبة التضخم ويرتكز اليه الاحتياطي الفيدرالي في تقديراته الاقتصادية وعكس هذا المؤشر ارتفاعا في الاسعار بنسبة 6.8% بالمقارنة مع يونيو 2021 و1% بالمقارنة مع مايو وذلك على وقع ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية اكد الرئيس الامريكي جو بايدن ان قانون خفض التضخم للعام الحالي سيكون اهم تشريع في التاريخ لمعالجة ازمة المناخ وتحسين امن الطاقة لدى الولايات المتحدة شدد الرئيس الامريكي في الوقت ذاته على ان القانون سيسمح لبلاده ان تنافس الصين داعيا الكونغرس الى تمرير القانون المقترح لتسهيل حياة الامريكيين وتخفيف ضغط التضخم ازمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة الامريكية غير مسبوقة فبشكل غير متوقع انكمش الاقتصاد مرة اخرى في الربع الثاني من العام مع نمو انفاق المستهلكين بابطأ وتيرة في عامين وتراجع انفاق الشركات الامر الذي يؤجب المخاوف من ان يكون الاقتصاد على اعتاب الرقود وفي محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع توقع البنك المركزي الامريكي الاستمرار في زيادة اسعار الفائدة بشكل حاد بعدما اعلن ارتفاع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة اربع نقطة مئوية ليبلغ اجمالي رفع الفائدة منذ مارس مائتين وخمسا وعشرين لقطة اساس ورغم ذلك توقع محللون اقتصاديون نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة خمسة من عشر بالمئة وتراوحت التقديرات ما بين معدل انكماش منخفض يصل الى اثنين وواحد من عشر بالمئة الى معدل نمو مرتفع يصل الى اثنين بالمئة وذلك بعد ان انكمش الاقتصاد واحدا وستة من عشر بالمئة خلال الربع الاول وفي محاولة للخروج من الازمة اكد الرئيس الامريكي جو بايدن ان القانون خفض التضخم لعام الفين واثنين وعشرين سيكون اهم تشريع في التاريخ لمعالجة ازمة المناخ وتحسين امن الطاقة لدى الولايات المتحدة بايدن اعتبر ان القانون يفي بالوعود التي قطعتها واشنطن منذ سنين واشر الى انه سيتم وضع حد ادنى للضرائب المفروضة على الشركات بخمسة عشر بالمئة واشدد بايدن في الوقت ذاته على ان القانون سيسمح لبلاده ان تنافس الصين وتظل رائدة في مجال الابحاث وحث الكونجرس على تمرير القانون المقترح موضحا ان القانون الجديد يهدف الى تسيل حياة الامريكيين ويخفف ضغط التضخم حضر رئيس الامريكي جو بايدن الكونجرس على المصادقة في اسرع وقت ممكن على تخصيص اثنين وخمسين مليار دولار لدعم انتاج اشباه الموصلات في الولايات المتحدة يأتي ذلك مع دخول الرقائق الالكترونية مجالات المنافسة بين الدول مع تدعيات الازمات المتلاحقة التي يمر بها العالم وسط نقص في الرقائق الالكترونية التي تستهدم في منتجات كثيرة من الهواتف الذكية والسيارات وصولا الى الاسلحة اقر مجلس الشوخ الامريكي نصا تشريعيا لتعزيز الانتاج لاشباه الموصلات النص التشريعي الذي سيعود الى مجلس النواب للمصادقة النهائية عليه يرصد اثنين وخمسين مليار دولار لدعم انتاج اشباه الموصلات في الولايات المتحدة واكثر من مائة مليار دولار لخمس سنوات للابحاث والتطوير من جانبه رحب الرئيس الامريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على التشريع الذي قال انه سيسرع انتاج اشباه الموصلات في الولايات المتحدة وسيخفض اسعار كل المنتجات كما سيوفر وظائف باجور جيدة واعتبر بايدن ان اقرار التشريع سيعزز مرونة سلاسل الامداد الامريكية بحيث لن تكون واشنطن معتمدة بشكل كبير على بلدان اجنبية في تكنولوجيات دقيقة تحتاج اليها من اجل المستهلكين الامريكيين ومع التفاشي الوباء تراجع مخزون الرقائق الالكترونية لدى المصانع الى حد مقلق وتؤكد ادارة بايدن ان هذه الازمة لها تأثير مباشر على التضخم المتزايد في الولايات المتحدة هذا وجاءت مصادقة مجلس الشيوخ على التشريع غداة اعلان مجموعة كورية جنوبية عن استثمار ضخم في اشباه الموصلات الامريكية وغيرها من الصناعات المتطورة قال الرئيس السربي واليكزاندر فوتشيتش ان السلطات بلاده اضطرت بسبب الازمة العالمية وتأثيرها على امدادات الطاقة والغذاء للدخول في حالة طوارئ بدءا من اغسطس المقبل حتى نهاية تمارس القادم واضف فوتشيتش ان ميزانية بلاده تنزف لكي تتمكن من تغطية النفقات الاضافية في مجال توفير الطاقة وفي المجال الاجتماعي وغيرهما موضحا ان بلاده تتلقى الغاز بموجب عقد تسري مدته الى ثلاث سنوات تم توقيعه مع شركة جازبروم الروسية قالت ادارة الاحصاءات في سريلانكا ان التضخم في البلاد قفز الى مستوى قياسي بلغ ستين فاصل ثمانية في المائة في يوليو مقارنة بارتفاع اربعة وخمسين فاصل ستة في المائة في يونيو في بيان ان قالت ادارة التعداد والاحصاء السريلانكية ان القفز في مؤشر اسعار المستهلق قادها ارتفاع بنسبة تسعين فاصل تسعة بالمائة في تضخم اسعار المواد الغذائية من ناحية اخرى اعلن البنك الدولي وانه لن يقدم تمويلا جديدا لسريلانكا الا في حال اجرت الدولة اصلاحات هيكلية عميقة بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السريلانكي المنهار ويعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم اثنان وعشرون مليون نسمة منذ اشهر نقصا حدا في الغذاء والدواء وانقطاعا للتيار الكهربائي وتضخما كبيرا وتخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ واحد وخمسين مليار دولار منتصف ابريل الماضي السادسة مستمرة وتتابعون فيها بقاتي يؤكد ان المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات ويشدد على ضرورة التنصيق بين كافة الجهات المعنية والشركاء الدوليين لاجراء الاصلاحات اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ان المرحلة القادمة مليئة بالتحديات مؤكدا ان هناك الكثير من الاجراءات الاصلاحية الضرورية جاء تصريحات ميقاتي خلال الاحتفال الذي اقامته وزارة المالية اللبنانية بمناسبة دخول قانون الشراء العام في لبنان حيز التنفيذ بعدما اقره مجلس النواب السابق واعتبر رئيس الحكومة ان اطلاق العمل بقانون الشراء العام والتقدم في مساري اصلاح المنظومة ككل يثبت ان الحكومة قد نفذت التزامها امام اللبنانيين والمجتمع الدولي مشيرا الى ان الاسرة الدولية تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلم الاصلاحات بعد اصلاح الكهرباء واصلاح القضاء ادان البرلمان العربي الهجوم الارهابية الذي وقع في مدينة ماركا بجمهورية الصومال الفيدرالية وادى الى مقتل واصابة عدد من الاشخاص بينهم مسؤول محلي واشدد البرلمان العربي على دعمه الكامل للصومال في حربها ضد الارهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية اراضيها وترسيخ الامن والاستقرار واكد البرلمان العربي على ضرورة تعزيز التعاون وتضافر الجهود العربية والاقليمية والدولية لاكتثاث الارهاب من جذوره وتعزيز السلم والامن وصولا الى التنمية الشاملة في كافة انحاء الصومال خلال محادثاته مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان شدد رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على اهمية وجود مصادر متنوعة لامدادات الطاقة وبحسب الاليزي تتطلع فرنسا ودول اوروبية اخرى الى تنويع مصادرها للطاقة في اعقاب العملية العسكرية الروسية على اوكرانيا والذي اصفر عن قطع اندادات الغاز الروسية عن اوروبا عقد وزير الطاقة السعودية عبدالعزيز بن سلمان جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي اليكساندر نوفاك تناولت مستجدات اعمال اللجنة السعودية الروسية وفرص تعزيز التعاون بين البلدين كما شهد الاجتماع بحث اخر التطورات المتعلقة بعمل اللجنة الحكومية الدولية وامكانية التعاون بين الدول في اطارها اعرب الكراملن عن تضامنه مع بيكين وذلك غدا تتحذير وجهه الزعيم الصيني شي جينبينج الى نظيره الامريكي جو بايدن بعدم اللاعب بالنار فيما يخص قضية تايوان قال المتحدث باسم الكراملن ديمتري بيسكوف ان موسكو تقف بالطبع بجانب الصين وتؤكد اهمية احترام سيادتها وسلامة اراضيها محذرا من اي اجراء يمكن ان يؤجيج الموقف افتتح ريشي سوناك واليستراس المرشحان لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون الحدث الانتخابي الاول من سلسلة من 12 حدثا انتخابيا في كل انحاء البلاد لاقناع اعضاء الحزب المحافظي بادائهما واظهرت استطلاعات الرأي ان وزيرة الخارجية تراس هي المرشحة الاوفر حظا وقد تلقت دعما قويا من وزير الدفاع بن والاس الذي اكد ان تجربة تراس تجعلها في افضل موقع للدفاع عن المملكة المتحدة في هذه الاوقات العصيبة اشتدت المنافسة الشارسة بين المرشحين النهائيين لرئاسة وزراء بريطانيا وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليستراس ففي المناظرة التي جمعت بينهما في مدينة ليتز شمالية انجلترا عمل الاثنان على اقناع الجمهور عبر طرح برنامجيهما المرشحان ركزا على قربهما من سكان المنطقة اذ شددت تراس على انها نشأت في مدينة ليتز حيث لا يزال والدها يعيشان بينما قال سوناك انه يقتن بالقرب من المدينة وذلك في محاولة لكسب ثقة سكان المدينة وزير المالية السابق اكد انه سيقاتل من اجل كل صوت مكررا رفضه خفض الضرائب قبل عودة التضخم الى مستوى معقول بينما كانت تراس وعدت بخفض الضغط الضريبي منذ اليوم الاول كما تمكنت تراس من جذب الاهتمام من خلال تطرقها الى مواضيع مثل قطاع النقل والدعم البريطاني لاوكرانيا ودعم المزارعين المحليين وبالنسبة للسياسة الخارجية فقد تعهد كل الخصمين بتوسيع دعم اوكرانيا ومقاومة صعود الصين مع الاستفادة من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المرشحان تعهد بدعم اجندة جونسون لتنشيط النمو في المناطق المهملة في المملكة المتحدة بما في ذلك المناطق المحيطة بمدينة ليدز تأتي تلك المناظرة مع اظهار استطلاعات الرأي ان وزيرة الخارجية تراس هي المرشحة الاوفر حظا كما تلقت دعما قويا من وزير الدفاع بن والاس الذي كتب ان تجربة تراس تجعلها في افضل موقع للدفاع عن المملكة المتحدة في هذه الاوقات العصيبة اعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن اكتشاف اول حالة اصابة بفيروس جدر القردة لمصاب وصل الى البلاد من رحلة خارجية في التاسع عشر من يوليو الجاري واضفت الصحة الفلبينية ان المصابة كان قد سافر مسبقا الى دول بها حالات موثقة لجدر القردة مضيفة انه تم تأكيد ايجابية الحالة عبر فحوصات اجريت وان المصابة يخضع حاليا لعزل ومراقبة صارمة في المنزل واضحت الصحة الفلبينية انه تم تحديد عشرة مخالطين للمصاب اعلنت وزارة الداخلية الاماراتية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات الى سبعة اشخاص من اصحاب المنسيات الاسيوية وذلك بعد العثور على جثمان احد المفقودين اكد مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية الاماراتية العميد ركن علي سالم الطنيجي انه يجري العمل على اعادة الحياة الى طبيعتها في بعض من الامارات التي قد تعرضت لموجة من التقص المتقلب الوحدات الميدانية ما زالت تقوم بعمليات الاخلاء في بعض من هذه المناطق هناك في عمليات كذلك ايواء لبعض من الافراد اللي تعرضت منازلهم للسيول الشيء الطيب ان هناك فيه عودة ما يقارب ثمانين في الامية من الافراد اللي تعرضت منازلهم للسيول وغمرتها المياه خلال يومين الماضيين الجهود والله الحمد جهود وتضافر جميع هذه الوحدات المتواجدة سواء من الوحدات الامنية او من الوحدات المدنية في القطاعات او في الامارات المتضررة بشكل خاص لقي 15 شخصا على الاقل مصرعهم جراء فيضانات مدمرة سببها هطول امطار غزيرة في شرق ولاية كنتاك الامريكية ووصف حاكم الولاية اندي بشير الفيضانات بالمدمرة والمميتة وانها الاسوأ في التاريخ وتوقع ان يكون اجمالي عدد الضحايا من رقمين واعلن الحاكم الديمقراطي حالة الطوارئ في عدد من المقاطعات كما تم نشر اربع مروحيات تابعة للحرس الوطني اضافة الى قوارب مطاطية للمساعدة في عمليات الاراثة وفي الفلبين ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال قوي بلغت شدته سبع درجات على مقياس ريختر وضرب شمالي البلاد الاربعاء الماضي الى عشرة اشخاص واكثر من مائة وخمسين جريحا تضررت حوالي مائتين وثمان عشرة بلدة في خمس عشرة مقاطعة من هذا الزلزال وتسبب في تحطيم نوافد المباني في مركز الهزة الارضية كما هز الابراج الشاهق الواقع على بعد اكثر من 300 كيلو متر من العاصمة مانيلا اعلنت وزارة الصحة اطلاق خمس قوافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اوضحت الوزارة ان القوافلة تم اطلاقها في خمس محافظات يد قهلية والجيزة وجنوب سيناء وضميات والغربية واشارت الى ان القوافلة توفر الكشف الطبي والعلاج بالمجان في العديد من التخصصات الطبية ومنها نساء وولادة وخدمات تنظيم الاسرة والاطفال والبطنة والقلب باضافة الى غيرها من التخصصات فضلا عن خدمات الاشعة والتحاليل تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري كافة القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية ومن بينها قرية بيت علام التابعة لمركز جيرجا جنوب محافظة سهاج ونجحت المبادرة الرئاسية في تنفيذ العديد من المشروعات بتلك القرية بشكل جعلها نموذجا متحضرا للحياة الكريمة وتضم مجمعا جديدا للخدمات الحكومية وسط اشادة كبيرة للمواطنين يستمر العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري بقرية بيت علام التابعة لمركز جيرجا جنوب محافظة سهاج قرية فقيرة طاردة لساكنيها حولتها المبادرة الى نموذج متحضر للحياة الكريمة مجمع الخدمات الحكومية الجديد احد النماذج التي لاقت استحسان اهالي القرية المجمع الخدمات ده اللي احنا وقفين قدام وفندم تم الانتهاء منه تماما خلال ست شهور بالضبط يعني بدأ واحد تمانية 2021 وانتهى 28-22 يعني بدي تنفيذ ست شهور فقط وتم انجاز هذا العمل الكبير وهذا الصرح الموجود امام حضراتكم مركز لخدمة المواطنين والتيسير عليهم وجمعية زراعية ومدارس وملاعب ووحدة صحية وبنية تحتية ومكتب للبريد واخر للوحدة المحلية كلها مشروعات ملحتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرية ليتحول الحلم الى حقيقة وواقع ملموس مجمع خدمات المواطنين ممكن تخلص كل الخدمات اللي انت ممكن تحتاجها من مكان واحد من شهر عقاري في مركز تكنولوجي بوضاء شهادة ميلاد اي حاجة تحتاجها مكتب تومين كل الخدمات موجودة في مكان واحد هنا تلقى خدماتنا في قريتنا مشروح المدينة لانه مركز يضم كل الاحوال الخاصة بالمواطن من احوال مدنية وشخصية كل خدماتنا هنا في بلدنا بيجيت بدل ما اروح جيرجي انا اروح المركز اروح المحافظة فهنا كل حياة متاحة لي في جوان مركز التكنولوجي تأتي المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الاكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الانشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم بالاضافة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الاساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية وكذا تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة حياة كريمة هدية الرئيس لأهل مصر تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتواصل جهود الدولة لإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة في المحافظات وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات في هذا الإطار أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تعمل على قدم وساق وبخطط هادفة لتنفيذ التكليفات في هذا الشأن أعلن شعراوي أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة منها 128 قطعة أرض تخضع لـ 21 محافظة اختتمت فعاليات معرض الكتاب في دورة سابعة عشر بمكتبة الإسكندرية وشهد المعرض إقبالا جماهريا كبيرا حيث شهد العديد من الفعاليات بمشاركة عدد كبير من المتحدثين والمحاضرين وسط إقبال جماهري اختتمت فعاليات معرض الكتاب في دورته السابعة عشر بمكتبة الإسكندرية البرنامج الثقافي الذي صاحب المعرض هذا العام يعتبر بمثابة مهرجان ثقافي لمثقاف الإسكندرية بشكل خاص ولمصر والعالم العربي بشكل عام إذ ضم أنشطة في شتى المجالات الثقافية في مصر والعالم العربي السنة دي الأقبال كثيف جدا شاهدنا في أول يوم من أيام المعرض أقبال 12 ألف زائر من الزوار على حضور الفعاليات عندنا السنة دي البرنامج الثقافي للمعرض بيشهد 300 متحدث على حوالي 80 فعالية وزي ما أنت شايف يعني رغم ما يقال عن تراجع أسهم الكتاب الورقي إلا أن احنا لا شايفين العكس تماما الكتاب الورقي في تقدم والقراءة الأونلاين ما لغتش الكتاب الورقي بأي شكل من الأشكال البرنامج الثقافي المصاحب قدم مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة الرواية، القصة القصيرة، السيناريو، الدراما الإذاعية، القصة القصيرة جدا ورشة النقل هذا بجانب ورشة للترجمة ورشة الخط العربي أول مرة أجل المكان دوت فوقت به صراحة يعني مكان بسم الله ما شاء الله يعني حاجة تفرح وطبعا أنا محب الإقراية ومحب للثقافة بحكم أننا الجيل القديم، ليس الجيل الجديد دلوقتي كل الجيل الجديد الأولاد والبتاع تجول استيشال ميديا المعرض الذي أقيم تحت شعار الوعي وبناء الإنسان ركز البرنامج والمحتوى الثقافي له على وعي وبناء الإنسان فقد أقيم هذا العام داخل المعرض 75 حدثا ثقافيا شارك فيها أكثر من 300 متحدث ومحاضر والآن نتحول إلى همي أنباء المال والأعمال في نشرة السادسة الجولة الاقتصادية وفاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا يوسف عبدين، شكرا ريهام الديب، أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة تسعى الدولة إلى تحقيق استهلاك أفضل للطاقة ومواردها الطبعية حيث تعمل على التوسع في استخدام الهايدروجين النظيف كأحد الموارد الهامة للطاقة النظيفة واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء جهود الحكومة في التوسع باستخدام الهايدروجين النظيف مؤكدا أنه أصبح من أهم التحولات الرائجة حاليا نحو استهلاك أكفأ وأنظف للطاقة ومواردها بتصنيعه وأوضح أن مصر تسعى إلى توطين استخدامه مؤخرا ودمجه في استراتيجية الطاقة 2035 والتي تهدف لزيادة نسبة مساهمة موارد الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالية الطاقة المولدة في مصر اتفعت صدرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين ومائة ألف طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق يأتي ذلك في ظل جهود المستمرة لتعويض النقص والاتجاه إلى زيادة الصدرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعية شهدت الصدرات الصناعة الطبية خلال نصف الأول من عام 2022 اتفاعا بنسبة 30.4% لتسجل نحو 450 مليون دولار مقابل 345 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وذكر المجلس التصدري للصناعات الطبية أن صدرات مستحضرات التجميل حققت ارتفاعا خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة زيادة تقدر بـ 72% عن النصف الأول من عام 2021 كما زادت صدرات المستلزمات والأجهزة الطبية بحوالي 13% وحققت صدرات الأدوية ارتفاعا بنسبة 42% خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020 في أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا إلى مستويات 1763 دولارا الأوقية على الرغم من رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة حيث تسببت تصرحات رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك قد أبطأ وطيرة رفع الفائدة من حدوث طلب مرتفع على الذهب ومحليا ارتفعت أسعار الذهب ليسجل عيار الذهب 18 نحو 857 جنيه أما بالنسبة لعيار الذهب 21 فسجل نحو ألف جنيه أما بالنسبة لعيار 24 سجل نحو 1143 جنيه بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8000 جنيه في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع تحاول التركيز الاجتماعي أوبك بلاس الأسبوع المقبل وتوقعات بأنه سيخيب الأمال الأمريكية بزيادة الإمدادات زادت العقود الأجلة لخام تسليم سبتمبر التي ينقض أجلها اليوم بنسبة 3.7% إلى 110 دولارات و4 تنتات للبرميل زادت العقود الأجلة لخام غرب تاكسيس الوسيط 4.8% إلى 101 دولار للبرميل التفعت أسعار المزوط على مية بنسبة 2.21% لتصل إلى 3 دولارات و69 سنت للتر بينما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 65 من 100% لتسجل نحو 8 دولارات و8 سنتات لكل مليون وحدة حرارية إلى البرصات الخليجية حيث أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على اتفاع مع صعود أسعار النفط حيث يتوقع المستثمرون أن لا يؤدي اجتماع أوبيك بلاس الأسبوع المقبل إلى زيادة الإمدادات ارتفع مؤشر برصة دبي بنسبة 1.1% إلى 3.338 نقطة سعد مؤشر أبو دبي بنسبة 1.1% إلى 9.649 نقطة وجاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لرهام ويوسف لاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا فاطيمة انتهت أخبارونا وبقية تذكير بأهم ما جاء فيها الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا الأمم المتحدة تؤكد أن الاتفاق سيساعد في تخفيف أزمة الغذاء وتدعو موسكو وكييف للتعاون من أجل إنجاحه التضخم السنوي بمنطقة اليورو يرتفع إلى 8.9% في يوليو وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء إلى نقاط